موسيقى 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 ولذلك المؤمن هنا المؤمن يتلقى هذا الحزن بفلسفة أخرى لا يحبه لا يتمنى ولا يحب أن يتمادى به هذا الحزن بمأنه قد حل هذه الدار دار أحزان وطبعاً كما تلاحظون إخواني وإخواتي كلما امتد العمر بالإنسان عرف الحزن أكثر الصغار لا يعرفون حتى المراهقين يعني أكثرهم لا يعرفون الحزن الكبار يعرفون الحزن بدأما الكهولة فالشيخوخة لماذا؟ كلما أتقدم العمر عرفت الحياة أكثر عشت الخيبات أكثر كثيم القيام التي كنت تعطصم بها ترى أنها تقريباً لا رصيد لها واقعياً في حياة الناس الصداقة الأخوة الوفاء الحب الإغلاص الصدق كله كلام كلام شعراء كلام فارغ معظم هذا لا يرصيد له حقيقياً في حياة الناس فتحبط بلا شك وتنعقد هذه السحاء بالسود في سماء نفسك تغيم هذه النفس يغلب عليك مشاعر الأساء مشاعر الحزن وربما تستحيل اكتئاباً فضلاً عن الفقد تفقد الأتراب تفقدنا اللدات تفقد أصدقاء العمر واحداً إثر واحداً مهما عشت أكثر تفقدهم أكثر ربما تفقد أيضاً بعض المقربين ممن هم أصغر عمراً منك ربما ربما كلما أعطي العمر كثروا الحزن بلا شك هذه طبيعة الحياة وبلا شك أن الحكمة والوقار مع المجربين المعمرين مش مع الصغار صعب صعب أن تجد حكمة معلومات دكتوراه عنده نوبل حتى مع واحد عمر 25 سنة بس ما في حكمة حكمة الحقيقية كما قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لا حكيمة إلا تجربة والتجارب بدها عمر مدرسة الحياة مدرسة الحياة لذلك أحياناً حين تستمع إلى عالم في أي تخصص خاصة من التخصصات الإنسانية هذه عالم شيخ كبير خمسين ستين سبعين ثمانين سنة وقور تشعر بأن هناك فعلاً شيئاً مفقوداً حين تستمع إلى هذا العالم تشعر من خلال كلامه وبالمقارنة والمقايصة بأن شيئاً مفقوداً في كلام الذين يتناولون الموضوع نفسه من صغار السن هذا الكلام فيه جمال فيه عمق أكثر فيه لمسة فيه تاتشيك غير عادية العمر الحكمة الحقيقية حكمة التجربة وكلام هذا الشاب الصغير كلام جميل كلام كتب منقول من كتب يحفظه ويقوله هل يدرك معناه؟ الأرجح لا يدرك معناه الحقيقي الأرجح لا لذلك لا تشعر أنك تأثرت تأثراً بارغاً بكلام هذا الشاب الجميل على فكرة والمجتهد والطيبة لكنه صغير كلامه سطحي على أن الكلمات في نفسها أو الكلام في نفسه عميق والموضوع عميق بس الكلام في مجمله سطحي صدر من شخص سطحي حتى طريقة إلقائه تنظيمه تبرير بعضه ببعض ربط بعضه ببعض سطحي ولم يظهم وغير فهم تماماً في ماذا يخوض فيما هو خاض بخلاف هذا الكبير المعمر المجرب الذي حنكته الأيام حنكته الأيام والتجارب أو التجاريب شيء مختلف لذلك لا حكيمة إلا ذو تجربة كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام إذن هذه إيجابية الحزن في شيء إيجابي في هذا الشيء الرهيب المخيف الذي نخاف من شباحه فلسفة المسلم يا إخواني أنه إذا حل الحزن ويبدو أنه لا بد أن يحل مرة ومرات طبيعي ومن حظ المحظوظين اللهم اجعلنا من المحظوظين المجدودين دائماً يا رب العالمين أن الحزن في حياتهم فقرة فصل شابتر في كتاب كبير الحمد لله كما يقول الصينيون الحزن هو الطفل الصغير للفرح الكبير الحزن هو الطفل الصغير للفرح الكبير هذا يكون محظوظاً ويكون مجدوداً بفضل الله تبارك وتعالى المسلم حين يحل الحزن ويعلم أنه لا بد أن يحل وأنه هو أضحك وأبكى أنه هو أضحك محمد حزن أمرات كثيرة على فقد بناته على فقد خيرة أصحابه على فقد عمه أسد الله على فقد ابنه الوحيد الذكر إبراهيم تخيّل أنت تخيّل نفسك لو عندك ابن ذكر وحيد تحتاجه عندك بنيات لكن تحتاج إلى هذا الولد وخاصة في مجتمع عربي يرون أن الإبن هو الذي يحمل اسم أبي وهو سر أبي تحمله بين يديك وعمره زهاء يعني اخترب من سنتين ثمانة عشر شهراً ليس صغير يعني سنة ونص يمشي ويتكلم بابا وماما ويضحك ربما إيه فاها بيضع كلمات أو أكثر ويقضي يسلم نفسه بين يديك إبراهيم ما تبا يديه رسول الله جعل يبكي يا النبي دموح حارة سخينة والصحابة تعجبه نبي موعود بالآخرة موعود بالمقام المحمود يبكي على طفل يعني وعندهم أطفال كثيرون هم طبعا يبكي وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع أكبر مؤشر الحزن هو أيه؟ الدموح الدمعة السخينة تولوا وعينهم تفيضوا من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب أو قال إلا ما يرضي الله هذا هو المسلم المسلم يا إخواني بكلمة الأسف بقي لدينا دقائق معدودة حتى لا يدخل وقت العصر